اهلا بكم متابعي قناة فروم مروكو في نشرة اخبارية جديدة وهذا ابرز عنوانها صرقات بالنشل والعنف تورط شخصا في الرباط لان الى التفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا وضع اشتراك في القناة واعجاب بالفيديو تمكنت عناصر الشرطة بولاية امن الرباط خلال الساعة الاولى من صباح اليوم الاحد التاسع من اكتوبر الجاري من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة من ذوي السوابق القضائية وذلك للشباه في تورطه في ارتكاب صرقات بالعنف وتحت التهديد باستعمال السلاح الابيض المقرون بالحاق خاصة مادية بممتلكات خاصة وتشير الموطيات الخاصة بالبحث الى تورط المشبه فيه ومشارك له في عملية صرقة استهدفت سيدة تحت التهديد باستعمال السلاح الابيض مكنت من الاستلاء على سيارتها الخاصة فضلا ان ارتكاب محاولة سرقة اخرى استهدفت سائق سيارة مكان من الفرار وافضى تدخل لعميد سرطة الى اجهاد استكمال المشبه فيهما افعالهما الاجرامية اتمكن من مطارتهما وتوقيف احدها اعكان على متن دراجة النارية فيما تمكن المشاركة الثاني من الفرار على متن السيارة المسروقة بعدما حاول دهس موظف الشرطة وتسبب في خسائر مادية وتمل احتفاظ بالمشبه فيها الموقوف تحت تدبير الحراس النظرية رهن اشارة البحث الذي عهد به الى المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت اشراف النياب العام المختصة فيما تتواصل الابحاث والتحريات من اجل توقيف المشتبه فيه الثاني كنتم مع نصرة اخبارية الى اللقاء